أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين وذلك في ظل إعلان المملكة قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة القادمة جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقار مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أشهد رئيس الوزراء بتوافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك كما أشهد مدبولي بما تم توقيعه من 14 اتفاقية من الجانب السعودي باستثمارات تصل قيمتها إلى 7.7 مليار دولار وفي هذا الإطار ثمن رئيس مجلس الوزراء جهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين كما أشار مدبولي إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخرا منوها في هذا الإطار إلى أن المباحثات تنولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنصيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر